إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذاب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى علي في نار جهنم فتكوا بياجبانهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شمرا في كتاب الله يوم خرق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا وعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبئانا الذي أثرى بعبده بعبده نيلا من المسجد الأرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أولو لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير وآتينا موسى الكتاب ودعلناه دل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من أملنا معنوه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعضنا عليكم بعضنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدقوا للمسجد كما دخلوه أول مروا وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأقيه آرون اخلفني وافمي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الواجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بأصبان والندم والشجر يثجلان والسماء رفعها ووضع الميزان هل لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسر الميزان والأرمى وبعال الأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمام والأبوذ العصف برويئان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البعرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علي يا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنة التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين عميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربك جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقئين على فرش بطاء ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان